موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائنا المشاهدين هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فذك الإخبارية ارتفع عدد الذين أعلنوا تشيعهم بعد اختتام الجلسة السادسة التي تأتي ضمن الدورة الأولى من الجلسات البحثية مع الشيخ الحبيب والمقامة حاليا في أرض فذك الصغرى وشهدت هذه الليلة التحاق الأخ معز الحبيب من تونس وعبد المجيد وجوامع شريف من الجزائر بركاب العالم الأول ليرددوا شهادات الولاية لآل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم لعائن الله جدير بالذكر بأن أعلانات التشيع خلال الدورة الحالية من الجلسات البحثية مع الشيخ الحبيب هيمن عليها متشيعون من المغرب العربي لتشهد بذلك على الفشل الذريع لكل حمالات التسعير الإعلامي والتي شنت لتشويه المنهج الرافضي في الدول المغاربية هذا وقبيل انطلاق الدورة الأولى من الجلسات البحثية قبل أيام أعلن بأن الموضوع البحثي لهذه الدورة سيكون بعنوان عمر بن الخطاب هل هو عادل أم ظالم وتأتي هذه الخطوة الجديدة في أعقاب فراري مشايخي وقصاصي الطائفة البكرية من خوض غمار مناظرة جدية مع الشيخ الحبيب كان قد تم الإعلان عنها وعن شرائطها منذ سنوات وكانت مركزة حينها حول موضوع وجوب البوالات أو البراءة من عائشة لكنه منذ ذلك الحين لم يمتلك أحد من أبناء عائشة الحميراء الجرأة الكافية للتحدي والتقدم إلى هذه المناظرة بالرغم من الضوابط والشروط العادلة التي تضمنتها تلك الدعوة الشهيرة ومن المرتقب بأن يطرح الشيخ الحبيب خلال هذه الدورة البحثية مجموعة من الحقائق الصادمة والتي عادة ما تدفع إلى إعادة النظر في الكثير من المعتقدات المغلوطة والآراء الباطلة من وجهة نظره أبوه الله ورسوله وأولياؤه وهنيئا لك نجاتك في هذه الدنيا من ذلك الحادث أسأل الله تعالى أن يتم نعمته عليك فينجيك من حوادث الآخر إن شاء الله تعالى وكما نجاك من حادث هذه الدنيا بشفاعة سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه الصلاة والسلام فأسأله تعالى أن ينجيك بشفاعة أيضا كالجنة إن شاء الله رحمه الله وعبته صحيح شيء يؤثره والذي شوف الموت وطبعا صلاة والله صلاة والله ظهر عليه السلام هذا أبوه بكثي أنت تفقدت وهذا أبوه ظهر عليه السلام ثم اختشفت حروب الغدة التي كنت أظلها أنها على حق وهي لن تكن على حق وهي الجامل وصفين وأكثر ذلك فهما حدث في كربلاء فوجدت كل شيء حقا وصيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشيء صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن السلطات ألقت القبض على المدعو ناجم العشراوي المشتبه به في هجمات بروكسل الدامية وكان العشراوي مطلوبا كمشتبه به في هجمات باريس والتي أودت بحياة 130 شخصا في شهر نوفمبر 22 الماضي وبحسب بعض التقارير فإنه تم اعتقال العشراوي في منطقة أندرلخت لكن السلطات البلجيكية لم تؤكد بعد أنباء القبض عليها وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية قد نقلت عن مصادر في الشرطة قولها بأن الشقيقين إبراهيم وخالد البكراوي كان من وراء تنفيذ هجومين إرهابيين في مطار ومحطة متر وسط العاصمة بروكسل هذا وأعلن تنظيم داعش البكري مسؤوليته عن الهجمات الدامية التي أسفرت عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين وبالرغم من طلب السلطات البلجيكية من ساكنة بروكسل استئناف حياتهم الاعتيادية إلا أنها أبقت على حالة التأهب في أعلى مستوياتها ونشرت المزيد من قوات الشرطة والجيش في الشوارع وتأتي هذه الهجمات الإرهابية لتؤكد عددا من الإحصائيات غير الرسمية الواردة حديثا والتي أفادت بأن الإرهابيين من ذوي الأصول المغربية يشكلون نسبا كبيرة تجعل من المغرب أحد أهم الدول المصدرة للإرهاب البكري في العالم فبعد عبد الحميدة بعود وشكيب عكروح وحسنة إتبو لحسن ومحمد عبريني وصلاح عبد السلام الذين أوردوا الغمامة الظلامية البكرية إلى العاصمة الفرنسية قبل أشهر ها هي السلطات البلجيكية تكشف هي الأخرى عن تورط المزيد من البكريين المغاربة في الهجمات التي روعت الآمنين في بروكسل والتي زادت في توهج نار العنصرية والكراهية ضد المسلمين في القارة الأوروبية ككل ويبقى التساؤل مطروحنا اليوم حول الدور الديني المزعوم للمؤسسة الملكية المغربية التي تدعي مقام إمارة المؤمنين والتي تشتهد في تسليط جام غضبها على الشيعة أتباع الإسلام النقي الأصيل في الوقت الذي تتغافل فيه عن الأصوات البكرية الكثيرة التي تعمل على نشر فكر الإقصاء والتطرف داخل وخارج البلاد فبعد اكتفاء إيطاليا سابقا بطرد عدد من البكريين المغاربة باعتبارهم خطرا على الأمن القومي بدأت أوروبا اليوم بالتحول إلى نظرة قاتمة على الإسلام الذي شوهه بعض المحسوبين عليه في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات نقية من التيار الرافضي بضرورة التفرقة بين دين الإسلام المحمدي العلوي وبين الدين الظلامي البكري باسم الإسلام داعينا إلى ضرورة شن حرب كبرى لتطهير المناهج والروايات البكرية التي تقطر بالتراث الدموي الإرهابي الموروث عن أمثال أبي بكر وعمر وخالد وعائشة عليهم العائن الله تفاصل حول الاعتقالة الأخيرة مع هشام الزواوي أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن شقيقين خالد وإبراهيم البكراوي ذو الأصول المغربية هم من نفذت تفجيرين الانتحاريين في مطار بروكسل فيما تبحث الشرطة عن إرهابي ثالث استطاع الهرب من المطار ونقلت الهيئة الإذاعية عن مصدر في الشرطة اليوم الأربعاء بأن الشقيقين البكراوي متهمان بالمشاركة في تنفيذ الأعمال الإرهابية في باريس ومعروفان بسجلهما الجناء لدى الشرطة وأضافت الهيئة بأن المدعو خالد البكراوي استخدم اسما مستعارا لاستئجار شقة في حي فورس بالعاصمة البلجيكية حيث قثلت الشرطة مسلحا خلال مداهمة نفذتها الأسبوع الماضي كما تداولت وسائل إعلام بلجيكية أنباء عن إلقاء القبض على الإرهابي الثالث الذي استطاع الهرب من مطار بروكسل وهو المدعو حسب المعطيات الأولية ناجم العشراوي وكان المدعي العام البلجيكي فريدريك فانليف أكد أن الشرطة حددت ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم إثنان منهم انتحاريان قتل في التفجيرين فيما لا يزال البحث جاريا عن الثالث حيث تقوم الشرطة بحملات مداهمة في جميع أنحاء البلاد وعثرت الشرطة في منطقة سكاربيك بالعاصمة البلجيكية على حاسوب يتضمن مراسلات أشخاص لهم علاقة بتنظيم داعش وتسعى السلطات البلجيكية كذلك للقبض على محمد عبريني البلجيكي ذو الأصول المغربية باعتباره متواطئا رئيسيا مع صلاح عبد السلام المتورط في هجمات باريس وفي خضم التداعيات الإعلامية لهجمات بروكسل قامت قناة فدك الإنجليزية في مقطع نشرت على موقع اليوتيوب بالتنبيه على ضرورة أن لا يظل الغرب متعاميا عن الإرهاب البكر الذي حصد ويحصد المزيد من أرواح الأبرياء من الشيعة في العراق وظهر الناشط إسلام زاهد في مقطع مصور من 13 دقيقة وهو يدعو الغرب إلى الثورة ضد الفكر البكري المتوحش المتلبس بإسم الإسلام موضحا بأن الديالة البكرية لها رموز مقدسة جاء في تراثها بأنها متعطشة للدماء وبالأخص لدماء الروم ليستطرد بالقول بأن هؤلاء الرموز هم أنفسهم من قتل أئمة الشيعة من أحفاد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله موضحا بأنها محمد صلى الله عليه وآله هشام زواوي لخدمة فدكين الإخبارية أعلن أليكسندر دفورنيكوف قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا اليوم الأربعاء بأن روسيا قدمت للجيش السوري أسلحة ومعدات حديثة بما في ذلك أنظمة مدفعية ووسائل اتصال وأكدت دفورنيكوف بأن الخبراء العسكريين الروسى قاموا بتدريب الجيش الحكومي السوري لكنهم قاموا أيضا بتدريب من أسماهم بالقوى الوطنية والكردية في سوريا وكان الرئيس السوء الروسي فلاديمير بوتين أوعزى لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الشهر ببدء سحب الجزء الرئيسي من القوة الروسية في سوريا مشيرا إلى أنها نفذت مهامها بشكل تام وأن القوات المتبقية في سوريا ستقوم بتنفيذ مهمة مراقبة سيرورة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المواتية لإنجاح عملية السلام وتأتي تصريحات قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام في جنيف بين وفد الحكومة السورية ووفد الهيئة العليا للمعارضة وبعد إصرار كلا الطرفين الحكومي والمعارض على التمسك بمواقفهم المتباعدة قام الجيس الصهيوني بإغلاق الضفة الغربية المحتلة حتى يوم السبت القادم وذلك بسبب مخاوف أمنية مع حلول عيد البوريم اليهودي مساء اليوم وقالت متحدثة باسم الجيش الصهيوني بأن القرار جاء تنفيذا لأمر من القيادة السياسية بعد تقييمها للوضع الراهن هذا واقتحم عشرات المستوطنين الصهائنة المسجد الأقصى تزامنا مع اليوم الأول من عيد البوريم العبري وسط دعوات أخرى لمزيد من الاقتحامات الجماعية وكانت ما تسمى بإسرائيل قد فرضت يوم أمس الثلاثاء حصارا عسكريا على مدينة القدس والمسجد الأقصى عشية الأعياد اليهودية وقررت حينها منع المصلين ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من دخول المسجد وقام عدد من المستوطنين بتشكيل ميليشيا من أجل محاربة التواجد العربي بالقرب من مجمع جوش أدوميم الاستيطاني وشارت الشرطة الصهيونية إلى أن هذه الميليشيات سبق وأن تدرب عناصرها في دورة للشرطة المدنية جدير بالذكر بأن المستوطنين أقاموا مؤخرا منتدا يهدف إلى منع عمليات البناء الفلسطينية ودعم عمليات التهويد في المنطقة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنطاغون بأن الجيش الأمريكي شنفت ضربة جوية يوم أمس الثلاثاء على معسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في اليمن وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وأوضح بيتر كوك وهو المتحدث باسم البنطاغون بأن معسكر التدريب الذي تم استهدافه يقع في منطقة جبلية في اليمن مشيرا إلى أنه كان يتردد عليه أكثر من سبعين أرهابيا ينتمون إلى تنظيم القاعدة البكري هذا ولم يحدد بيتر كوك موقع المعسكر المستهدف إلا أن مسؤولين يمنيين أكدوا بأن غارة جوية أمريكية استهدفت مركزا عسكريا سابقا يقع شرق مدينة المكالة ومضيفين بأن الحصيلة الأولية تشير إلى القضاء على العشرات من المقاتلين الإرهابيين داخل المعسكر وذكرت مصادر قبلية في المنطقة لوكالة فرونس بريس للأنباء بأن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت هذا المعسكر وبأنه تم على إثرها نقل عشرات المسلحين إلى مستشفى في مدينة مكالة عاصمة إقليم حضر موت وأكد البنطاغون وزارة الدفاع الأمريكية بأن الغارة الجوية وجهت ضربة لقدرة ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أغلقت الأمم المتحدة مكتب الدخل للتنصيق العسكري في منطقة الصحراء الغربية بعد طلب من الحكومة المغربية وكانت المنظمة الدولية قد بدأت يوم الأحد الماضي بسحب العشرات من موظفيها المدنيين العاملين في بعثتها لحفظ السلام بالصحراء الغربية المعروفة باسم المنورسو وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن إغلاق المكتب ونقل المراقبين للعاملين به يجعل الحوار المباشر مع الجيش المغربي أكثر صعوبة ويأتي طلب الرباط بعد نزاع حول تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون استخدم فيها عبارة احتلال في إشارة منه إلى طبيعة العملية التي ضم فيها المغرب المنطقة الصحراوية عام 75 وجاءت تصريحات بان كيمون في زيارة له هذا الشهر لمخيمات اللاجئين الصحراوين في مدينة تندوف الجزائرية هذا وعبر ستيفان دجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية عن استيائه من عدم إصدار مجلس الأمن بيانا لدعم موقف البعثة الأممية في هذا النزاع قائلا بأن غياب مثل هذا البيان يعد موقفا في حد ذاته وتطالب جبهة البوليزاريو الصحراوية بإجراء استفتاء عام في الإقليم لتقرير المصير وهو الأمر الذي ترفضه الرباط التي تقول بأنها مستعدة فقط لمنح الإقليم حكما شبه ذاتي وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ألغى زيارة مقررة إلى المغرب وعرب عن غضبه إزاء المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع العاصمة المغربية احتجاجا على تصريحاته الأخيرة مشيرا إلى أنها تظهر عدم احترام له ولمنظمة الأمم المتحدة عبرت عائلة بريطانية من منطقة يوركشير الغربية عن خشيتها من احتمال أن يكون منفذ العملية الإرهابية الأخيرة في العراق هو ابنها المفقود وكان تنظيم داعش البكري قد أعلن مؤخرا مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف قوات عراقية في محافظة الأنبار غرب العراق وكان الإرهابي المدعوب موسى البريطاني قد فجر نفسه وسط سيارة مفخخة في عملية أدت إلى مقتله دون إيقاع أي إصابات بحسب ما أعلن عنه الجيش العراقي هذا وقالت عائلة أوان بأن الصورة التي جاءت في بيان تنظيم داعش البكري تخص ابنها محمد ردوان أوان وكان الإرهابي المدعوب موسى البريطاني قد غاذر بريطانيا عام 2015 باتجاه ما يسمى بالسعودية لكن عائلته لم تعرف عنه شيئا منذ ذلك الوقت هذا ولم تؤكد الحكومة البريطانية المعلومات المتعلقة بشخصية منفذ العملية الإرهابية الأخيرة في العراق لكنه إذا ما تأكد بأنه محمد ردوان أوان فسيكون هو الشخص الثاني من نفس المنطقة الإنجليزية والذي نفذ عملية إرهابية انتحارية لصالح تنظيم داعش البكرية وكان قبله الإرهابي المدعو طلح أسمال والمعروف باسم أبي يوسف البريطاني من منطقة يوركشير الغربية ذاتها قد اشترك قبل عام مع ثلاثة إرهابيين آخرين في هجوم انتحاري على مصفات نفط جنوب بيجي بالعراق أفادت بعض الأنباء بأن القوات الحكومية السورية وصلت إلى ضواحي مدينة تدمر الأثرية وذلك بعد معارك مع تنظيم داعش البكرية الذي يسيطر على المدينة وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن القوات الحكومية أصبحت على مرمى كيلومترين فقط إلى الجنوب من مدينة تدمر التي تصنفها منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمية وأكد طلال البرازي محافظ مدينة حفص تقدم القوات الحكومية قائلا بأنها تتمركز الآن على عدة تلال تشرف على المدينة وكان سيرجي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية قد قال في وقت سابق بأن بلاده ستواصل تأمين الدعم الجوي لمحاولات القوات السورية لتحرير مدينة تدمر ويأتي تواصل الغارات الروسية بالرغم من عودة بعض الطائرات الحربية الروسية من سوريا عقب القرار المفاجئ الذي تعهد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب معظم قواته من سوريا يذكر أيضا بأن مدينة تدمر تضم عددا من أهم المواقع الأثرية في الشرق الأوسط والتي عامدة تنظيم داعش البكري إلى هدمها منذ سقوط المدينة بيده العام الماضي اعتقلت السلطات الصينية سبعة وثلاثين شخصا في فضيحة لقاحات تالفة شرق البلاد وجاءت الاعتقالات بعدما أعلنت الشرطة في مقاطعة شاندونغ الشهر الماضي بأنها اعتقلت أما وابنتها بتهمة شراء وبيع لقاحات بطريقة غير قانونية وأثارت الفضيحة جدلا واسعا في البلاد حيث أن شبكة اللقاحات التي تبلغ قيمتها قرابة 90 مليون دولار كانت تنشط في الصين موذ حوالي خمسة أعوام أذا وشنت الشرطة حملة مراقبة وتفيش لشركات صناعة اللقاحات والموزعين والبائعين للتحقق من احترام شروط الصحة والقواعد القانونية وقالت وكالة شنخوال الأنباء بأن شركات صناعة الأدوية تخضع حاليا للتحقيق بينما أمرت إحدى الشركات في شاندونغ بالتوقف نهائيا عن الإنتاج وقال فرع منظمة الصحة العالمية في الصين بأن اللقاحات لا بد أن تخزن وتنقل وفق الشروط الصحية وإلا فإنها ستفقد من فعاليتها إلا أنها أكدت بأن اللقاحات التي لا يتم تخزينها وفق القواعد المطلوبة أو المنتهية الصلاحية نادرا ما تكون سامة جدير بالذكر بأن السلطات الصينية كانت على علم بنشاط الشبكة منذ شهر أبريل نيسان من العام الماضي وهو ما آثار استياء الصينيين الذين عابوا على السلطات عدم تحذير الناس منذ البداية كان هذا ختم نشرتنا لهذا مساء مشاهدين الكرام نذكركم منه بإمكانكم متابعة آخر المسجدات على صفحات التواصل الشماعي لخدمة فدك الإخبارية نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته